تحية طيبة مجددا رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري كمال عامر ينفي الأنباء التركية التي تحدثت عن إرسال قوات من الجيش المصري إلى سوريا مصادر إعلامية تركية تشير إلى أن 150 جنديا مصريا وصلوا إلى الشمال السوري عبر مطار حمان الأنباء التركية تأتي في ذروة التوتر بين أنقرة والقاهرة بعد قرار البرلمان المصري تفويض الرئيس بإرسال الجيش للقتال في ليبيا في حال أقدمت حكومة الوفاق ومعها تركيا على مهاجمة مدينة سيرت وقاعدة الجفرة فما صحة هذه الأنباء؟ وما مصلحة تركيا في نشرها إن لم تكن دقيقة؟ وإلى أين سيصل التوتر بين أنقرة والقاهرة؟ ولماذا لا يحق لمصر إرسال جنود إلى حدود تركيا في سوريا بينما تسعى تركيا للتقدم نحو الحدود المصرية الليبية؟ هذا ما نجيب عليه مع ضيوفنا الكرام في ملفنا الثاني هذا المساء يستمر التوتر التركي المصري يوما بعد يوما وكالة الأنباء التركية الرسمية الأنظول اتهمت النظام المصري بحسب تسبيتها بإرسال 250 جنديا إلى سوريا عبر مطار حمال عسكري منطقتان تقعان على خط التماس الفاصل بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة حيث نقاط المراقبة التركية المشرفة على اتفاق خط التصعيد بينهما وعلى الرغم من عدم وجود تأكيد لن نبأ من أي مصدر آخر إلا أن تقريرا كهذا له العديد من الدلالات من أبرزها أن مصر بازد تتعامل مع تركيا بالمثل فكما أن تركيا متواجدة في ليبيا ساحة مصر الخلفية فإن مصر أصبح لها تواجد أيضا في سوريا ساحة تركيا الخلفية البرلمان المصري يفوض مؤخرا الرئيس المصري بإرسال قوات إلى جبهة العربية للدفاع عن الأمن القومي دون أن يحدد هذه الجبهات وإن كان القصد في تلك الجبهة ليبيا فإن الجبهة العربية تشمل أيضا سوريا التي طالما أكدت مصر وقوفها معها إلى جانب التقارير التي تشير إلى زيارات عديدة للواء علي ممنوك رئيس مكتب الأمن الوطني السوري إلى مصر نقاط الخلاف بين مصر وتركيا تاريخية ومتعددة ويبدو أن ساحات القتال بينهما باتت كثيرة ومتعددة هي الأخرى أرحب بضيوفي الكرام أندري أنتيكوف المحل السياسي من موسكو خياد مصطفى الصحفي المحل السياسي من لندن ودكتور سمير صالح الأكاديمي والمحل السياسي من إسطنبول أبدأ معك دكتور سمير إذن هذا النبأ الذي يفيد بإرسال مصر قوات مصرية وجنود إلى الشمال السوري على مقربة من الحدود التركية هذا جاء على وكالة أنباء تركية رسمية هل جاء ويأتي في إطار الحرب النفسية والسياسية بين أنقرة والقاهرة دعنا نقول برأيك نعم مساء الخير للجميع أولا طبعا سنتابع في الساعات القليلة وفي الأيام ربما قليلة المقبلة تفاصيل هذه المعلومات بشكل أوسع إذا ما كانت صحيح لابد أن يكون هناك أيضا المزيد من المعلومات المدنية العسكرية الأمنية الاستخباراتية حولها يعني طبعا في توتر تركي مصري في أكثر من ملاف ثنائي وإطنيمي هذه أيضا مسألة معروفة لذلك أن تتحرك القاهرة بهذا الاتجاه مسألة ليست مستبعدة لماذا؟ لأكثر من سبب لأنه في تنصيق مصري معروف في العامين الأخيرين تحديدا مع النظام عبر أجهزة المخابرات في البلدين قيادات الاستخبارات المصرية زارت دمشق أكثر من مرة بالمقابل أيضا أجهزة المخابرات السورية توجهت إلى مصر في إطار التنصيق مصر لعبت دور أساسي في المنف الكردي في سوريا صالح مسلم زارت القاهرة أكثر من مرة لذلك إذا كان فيه تحرك من هذا النوع هذا سيكون مرتبط بدمشق بالدرجة الأساسية وهل دمشق ستبتح الطريق أمام خطوة من هذا النوع أم لا نعم ابقى معلو سمحت السيد خالد إذن لماذا المفاجأة؟ أيضا دكتور سمير يتحدث عن تنصيق مصري سوري بين أجهزة المخابرات على الأقل خلال العامين الماضيين أيضا يعني مصر ومنذ بدء الحرب في سوريا أكدت دعمها للجيش السوري أيضا للنظام في سوريا و لوحدة البلاد وكان هناك أنباعا أن هناك أيضا مستشارين مصريين في سوريا إذن لماذا كل هذه المفاجأة والنفي لهذه الأنباء؟ مساء الخير على حضرتك وعلى ضيفيك الكريمين الدكتور سمير من إسطنبول في بداية حديثه غير واسق من المعلومة التي نرشرتها وكالة الأناضول اليوم حول وجود 150 جندي مصري في ريف حلب يعني خليني أبدأ كلامي بمثل كانت جديتي دايما تقوله لي وإحنا صغيرين لما كنا نجذب فكانت تقول لنا يا أولاد يا صغيرين الكتب المساوي أفضل من السد المبعصر فما حدث اليوم من الإدارة التركية أو من أحد القيادات العسكرية التركية والتصريح السيء في الوكالة الصحفية الرسمية لدولة التركية ما هو إلا إفلاس سياسي للنظام التركي وإفلاس سياسي لرجب طيب أردوجان الذي يرى بأم عينيه كل مشاريع الاستعمارية التي تتوقف يوما بعد يوم في ليبيا فقوات الوفاق والمليشيات الإرهابية المدعومة من تركيا لم تتحرك منذ أكثر من 40 يوما عندما أعلن رئيس سيسي من سيد براني بأن سيرتو الجفرة خط أحمر هذه ليست المرة الأولى التي تجذب فيها وكالة الأناضول الإخبارية التركية فقالت منذ فترة أن هناك جنود وضباط وبعض الطيارين المصريين الذين اشتركوا في بعض المعارك واستهدف الطيارين المصريين بعض المواقع السورية من خلال الجو وكذبت الحكومة السورية هذا الخبر وكذبت مرصد السور الحقوق الإنسان هذا الخبر فكل ما حدث هو كذب وافتراء على القوات المصرية القوات المصرية إذا حاولت أن تخرج خارج الحدود المصرية يجب أن يوافق سلسي مجلس النواب المصري على التفويد الذي يقره رئيس الجمهورية لم يكن هناك أي تفويد بالنسبة لسوريا ولو أن هناك بعض الجنود المصريين في أي دولة عربية يعني مصر سوف تصرح وسوف تفسح أستاذ خالد لكن كان هناك أنباء أيضا عن وجود مستشارين مصريين في سوريا ماذا عن المستشارين؟ المستشارين المصريين سيد الفاضل كل هذه الأنباء غير مؤكدة وإذا كان هناك تشاور ما بين بعض المستشارين المصريين وبعض المستشارين في أي دولة عربية لا حدث يقدر يمنع مصر أنها تتحرك في أي مجال وتتحرك في أي مكان لمساعدة أشقاها العرب لكن الـ 150 جندي وكالة الأنباء التركية قالت أن هم في ريف حلب حاليا بمدافع خفيفة هم مش رحين يستطيع صفير يا سيد الفاضل في سوريا ده كذب وافتراء وإفلاس سياسي وده يأخذنا من المشكلة الليبية إلى مشكلة أخرى داخل سوريا مثلما فعل رجب طيب أردوجان مع أيونان وبدلا من أن يشتبك فيئة المتوسط قام بإعلان مطحف آيا صوفيا مسجد ليشد الانتباه أو ليسحب الانتباه إلى جزئية أخرى غير الجزئية المتنازلة عليها في شرق المتوسط ابقى معي لو سمعت أستاذ أندري أنتيكوف أهلا بك إذن يوجد إنكار مصر يوجد نفي مصر لكن عندما يتعلق الأمر وخطوة كهذه عندما تتعلق في روسيا فيبدو بأن هناك شيء من المنطق هناك توافق روسي مصري حول ليبيا وأيضا حول سوريا وهناك تباين روسي تركي في كلا الملفين تعقيبك يعني بصراحة أنا من وقت لأخر أسمع هذه المعلومات عن إرسال القوات المصرية إلى سوريا بشكل رمزي حتى ولكن لحتى الآن لم يكن أي تأكيد لتلك المعلومات وبرأي شخصي مصر لها المشاكل كثيرة خارج سوريا يعني هناك صد النهضة هناك ليبيا هناك المسائل الأخرى هناك توطر في العلاقات بين القاهرة وأنقرة فمن هذه وجهة النظر أن لا أعتقد بأن مصر تريد أن تتورط في الأزمة السورية هذا من جهة من جهة أخرى أنا متأكد مية بالمية بأن حقيقة مصر دمنيا فقط دمنيا تقف إلى جانب السورية وتقف إلى جانب الموقف الروسي ولكن في نفس الوقت لا ننسى بأن هناك نفوذ السعودي قوي في مصر ويعني نحن نعلم حوية العلاقات السعودية والسورية لذلك ربما مصر كما ذكرت أعتقد دمنيا إلى الجانب السوري ولكن أنا لا أعتقد بأنها تريد أن تقلق السعودية لا تريد أن تتورط في الأزمة السورية بشكل قوي جدا بأسباب المشاكل الأخرى المتواجدة أمام القاهرة ولكن هذا لا يعني بأن الحوار بين القاهرة ودماشق غير الموجود وكما ذكر دكتور سامير من إستنبول كان هناك ربما بعض الزيارات على المملك للقاهرة والمشاورات بين الاستخبارات المصرية والسورية لذلك التشاور والتفاوض والتواصل موجود ولكن لا أعتقد أن الأمر يتجاوز ذلك نعم دكتور سامير عندما ترسل أو تريد أن ترسل أنقر قوات لها أو مدعومة منها إلى أو بالقرب من الحدود مع مصر لماذا لا ترد القاهرة بالمثل وترسل قوات لها إذن أو يعني بالقرب من الحدود مع تركيا في سوريا لا طبعا إرسال قوات مصرية إلى سوريا مسألة تعني السوريين بالدرجة الأساسية مشروعية إرسال هذه القوات كيف ستكون هذه نقطة نقاش يمغي أن تتم بين القاهرة وبين اللعبين السوريين من الذي تمسق معه الآن مصر مسألة معروفة وواضحة مع النظام لذلك هي لا تتواصل مع النظام إذا ما أردت إرسال هذه القوات القرار البرلمان المصري واضح في الأمنة الأخيرة هو لم يتحدث عن إرسال قوات إلى بلد محدد البرلمان المصري تحدث عن فتح الطريق أمام إرسال قوات مصرية إلى الخارج سوريا هي أيضا الخارج لذلك هذه المسألة ممكنة طبعا نفي الخبر شيء والحديث عن عدم وجود تقارب وتنصيق بين القاهرة ودمشق شيء آخر ومختلف تماما لكن في مشكلة حقيقية أن إرسال قوات مصرية إلى سوريا وأظن لن تكون مسألة سهلة للغاية لماذا إرسال هذه القوات يعني نجب مع النظام يعني التنصيق مع إيران يعني التنصيق مع حزب الله هل ستقبل القوى التي الآن تنصق مع مصر إقليميا عربيا ودوليا أن يكون هناك خطوة من هذا النوع لذلك مسألة الخبر كما قلت لك تحتاج إلى متابعة ورصة دقيق لكن الأهمية من كل ذلك هي خطوة مصرية من هذا النوع إيجابيتها وسلبيتها يمغي أن تناقش بشكل أوسع أستاذ خالد أيضا لماذا تجد مصر نفسها ملزمة بأن تكون رأس الحرب في المواجهة مع أنقرة هل فقط لأن تركيا رفضت الإطاحة بأول رئيس مصري منتخب ومدني يعني خليني بس أتحفظ قبل الإجابة على هذا السؤال على ضيفك الكريم من روسيا عندما تحدث وقال أن السعودية لها النفوذ داخل مصر السعودية ليس لها النفوذ داخل مصر ولكن هناك تفاهم وتأخي ما بين الشعبين والحكومتين وما بين الرئيس وجلالة الملك فهو ليس نفوذ على قدر ما هو التأخي وتحابي واتحاد ما بين مصر والسعودية والإمارات على دعم الاستقرار في المنطقة العربية مصر لا تنظر إلى تركيا فقط من خلال هذه الزاوية تركيا هي رأس الحرب لجماعة الإخوان الإرهابية فأغلب الإخوان على مستوى العالم متمركزين بأدواتهم وأبواقهم الإعلامية في تركيا تركيا هي من تحاول هدم الاستقرار الإقليمي تركيا هي الدولة الوحيدة المستعمرة في العصر الحديث خلال آخر عشر سنوات هي في الصومال هي في ليبيا هي في العراق هي في سوريا لها قاعدة في قطر تحاول أن تبني جزء من قاعدة بحرية في ميناء مصراطة وتحاول أن تدعم القاعدة الوطية العسكرية تركيا إن حلت في أي مكان حل معها القلاق والمشاكل فاعتراضها على حكم الإسلاميين لا يعي لمصر أي شيء لأن من رفض حكم الإسلاميين هو الشعب المصري بالكامل ومن لفظ حكم الإسلاميين هو الشعب المصري بالكامل والسنة الوحيدة التي حكم فيها الإسلاميون مصر قد يعيد مصر إلى الخلف أو إلى الوراء أكثر من عشرين عام لكن التوتر بين القاهرة وأنقرة ظهر بعد الإطاحة بالإخوان المسلمين في مصر لأن رجل طيب أردوغان رجل إخواني يا سيد العزيز وهو يعد من أشد المحالفين للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين الإيرابية لديه خطة وخريطة ممنهجة لتدمير الشرق الأوسط وفي حال وصول الإسلاميين لحكم أي بلد من البلاد بيحاولوا إنهاء هذه البلدة وأنت ترى تماما ما حدث اليوم في مجلس النواب التنسي للإطاحة برجل الإخوان الغنوشي الذي أتاح إلى تركيا أو سمح لتركيا باستخدام الأجواء السورية وقاعدة الرمادي السورية والمياه الإقليمية لضرب قاعدة الوطية فبالتالي ليس فقط رفض تركيا للمشروع المصري أو للمشروع المصري الجيد بالابتعاد عن الإخوان المسلمين تركيا هي أصلا هي البوق الأساسي لجماعة الإخوان الإيرابية وهي ما تحوي كل تعابين الإخوان حتى هذه اللحظة نعم ابقى معي أستاذ أندري الحديث يدور عن 150 عنصرا عسكريا مصريا إذن ليس بالرقم الكبير الذي يمكن أن يغير موازين القوى على الصعيد الأسكري لكن يحتوي على شيء من الرمزية هل موسكو اليوم في ظل تدخل تركيا الجديد في أذربيجان تسعى إلى الجامع بين خصوم أنقرة أو تجميع هؤلاء الخصوم؟ يعني أنا لا أعتقد أننا نحن أمام التفكك في العلاقات بين روسيا وتركيا صحيح هناك المنوارات العسكرية ومشتارة كما بين تركيا وإذربيجان ولكن في نفس الوقت هناك المشاريع العديدة الاقتصادية التي تربط موسكو وأنقرة من جهة من جهة أخرى وهناك التعاون المستمر بين الدولتين على صعيد المنطقة هناك سوريا هناك شمال أفريق ليبيا هناك حتى أرمينيا وأذربيجان وعلى ما يبدو كل طرف يدرك تماما بأن تفكك في العلاقات قطوات الأحادية تجاوز بعض الخطوط الحمراء سينعكس سلبيا على كل تلك الملفات كل دولة تدرك بأن الطريقة الوحيدة هو الحوار لذلك ربما برأي شخصي يمكن أن أفترض أن هذا أحد الأسباب لما لا نشاهده الآن الأعمالية العسكرية التركية ددسيرت والجفرة هناك المشاورات مستمرة بين موسكو وأنقرة وكما ذكرت ربما هو أحد الأسباب لتوقف مؤقت للقوات التركية وقوات تبع للوفاق في ليبيا لذلك يعني نحن موسكو تتعاون مع مصر موسكو تتعاون مع تركيا ويعني لا لا برأي شخصي لا ليست موسكو طرفا منحزا في كل تلك الملفات نعم دكتور سمير في ظل هذه التصريحات التركية والرد المصري وأيضا التوتر بين القاهرة وأنقرة فيما يتعلق بليبيا واليوم يدخل الملف السوري على الخط إلى أين يمكن أن يصل التوتر بين هذين البلدين يا طبعا في تصايد يعني في الأسبوع الأخيرة بين القاهرة وبين أنقرة لكن أيضا في رسائل إيجابية انفتاحية وكما قيل أكثر من مرة نبعيدا عن الأضواء في رقاءة تمت على مستوى المستشارين بين البلدين في عندي أنا قناعة شخصية طبعا ردتها وكتبتها أكثر من مرة أنه هذا التوتر التركي المصري لن يخدم إطلاقا مصالح البلدين في المنطقة نقطة أولى ثانيا سيكون لصالح أطراف ثالثة تريد باستمرار تأجيج هذا التوتر بين الجانبين يعني التفاهمات التركية المصرية قادرة على صناعة مشهد إقليمي جديد لكن الخطوة الأولى مهمة مع الأسف هذه الخطوة الأولى من المستفيد من هذا التوتر دكتور سمير برأيك المستفيد الأساسي في المنطقة من هذا التوتر فرنسا التي حاولت أن تؤجج هذا التوتر في إتجاه عمليات استفاف إقليمي اليونان مثلا مستفيدة وإيران أيضا مستفيدة بأن يأترى لاعبين إقليميين بهذا الثقل يذهبان بمواجهة من هذا النوع لذلك رأينا ردة الفعل الأمريكية أكثر من مرة حتى روسيا لا أظن إطلاقا أنه لا مصلحة في تصعيد الخلافة التركي المصري لماذا؟ لأنه روسيا أيضا لا حساباتها ومصالحها مع الجانبين نعم أستاذ خالد الرئيس أيضا أردوغان قال أنه لا يلتق الرئيس السيسي أبدا بسبب ما قام به ضد مرسي وخلال الأحداث التي أدت للإطاحة بحكومة الإخوان المسلمين في مصر هل الموقف المصري هو أيضا رافض لأي حوار مع الرئيس أردوغان هو حد في مصر على مستوى الرئاسة أو مستوى الحكومة أو مستوى الوزارة أو حتى مستوى المستشارين طلب لقاء أي شخص في تركيا أو طلب لقاء الرئيس التركي الرئيس التركي يقول ما يحلو له هل رئيس السيسي طلب أن يقابل رجب طيب أردوغان مستحيل فالرئيس التركي يعني هي كل أحاديثه فقط للاستهلاك المحلي والسيطرة أو الهيمنة الإعلامية لم يصدر من أي مصدر رسمي مصري بأن هناك نية أو أن هناك تطلع للقاء رجب طيب أردوغان نعم لكن في ظل الاختلاف بين هاتين المؤسستين الرئاسيتين في تركيا وفي مصر هل يمكن أن نرى حوارا بين هاتين المؤسستين والله كل شيء ممكن وكل شيء من الممكن أن يكون ولكن هذا الشيء يجب أن يكون له شروط إذا كان هناك أي تطلع للقاء الرئيس المصري والرئيس التركي مصر لم تذهب بقواتها إلى من قرب من الحدود التركية لتهدد الأمن القومي التركي كما أرسلت تركيا حتى الآن حوالي 3000 عسكري تركي يقومون سوف يقومون إذا كانت هناك معركة وأنا أشك أن تكون هناك معركة فالأرواق الدبلوماسية والحلول السياسية تضغو أو تطفو على كل شيء حتى هذه اللحظة فهم موجودون في الأماكن الليبية أو الأراضي الليبية حتى يقوموا بتشغيل المعدات الحديثة أو التقنية العسكرية التي آتوا بها من تركيا لأن حضرتك تعلم أن الميليشيات المرتزخ لا يستطيعون تشغيل هذه المعدات مصر لم ترسل أي جندي خارج الحدود بالقرب من الحدود التركية والمئة وخمسين جندي اللي بيدعوا أن هما في سوريا أنا شبه استهزأت بهذا الحديث وقلت هما مشرحين عشان يستدعوا عصافير في سوريا وكانت أصشاية بريس اليوم الخميس نقلا عن مسؤولين كبار في حكومة الوفاق رفض الكشف عن اسميهما قالوا أن حكومة الوفاق اضطرت أن تذهب إلى الاتفاقية مع تركيا بعد أن مارس الرئيس التركي ما يقرب من عام ضغوط على فايز السراج بتوقيع ترسيم الحدود والاتفاقية الأمنية وفايز السراج كان يرفض لأنه كرئيس حكومة غير مخول بالتوقيع على هذه الاتفاقية ولكن تركيا ضغطت على أنصرها داخل حكومة الوفاق من الإسلاميين وضغطوا على السراج في نهاية المطاف وافق في شهر نوفمبر الماضي ومسؤول من مكتب السراج كما نشرت وكانت أسوتيات بريس اليوم قال أننا ذهبنا إلى تركيا بمبدأ هات وخد يعني بمبدأ المصلحة والمصلحة المتبادلة وأعتقد حكومة السراج يعني هي منفتحة تماما وصحب القرار الأساسي والأوحق في ليبيا لو سمعت لكن أعود لسؤالك الأساسي سريعا لو سمعت أي تصريح رسمي من أي مسؤول مصري بلقاء رجب طيب أردوغان وأردوغان يقول ما يحل له أستاذ أندري الكلام الكلام مش علي قمرك ابقى معي لو سمعت أستاذ أندري إذن بعيدا عن موضوع الجنود المصريين أليس زيادة التوتر في ليبيا بين موسكو وأنقرة يمكن أن يزيد من احتمال قيام الجيش السوري بعملية وبدعم من موسكو وبدعم من القوات الروسية بعملية عسكرية في الشمال السوري وتحديدا في إدلب أنا أعتقد ذلك هو أحد السيناريهات في حال نحن نشاهد عدم توافق بين موسكو وأنقرة حول ليبيا فطبعا هذا سينعكس فورا على سوريا برأي شخصي وتحديدا على إدلب وكل من موسكو وأنقرة لما يبدو تدركان ذلك بشكل واضح فلذلك هناك محاولات لإيجاد أرضية المشتركة حول ليبيا وبرأي شخصي هذه الجهود الدبلوماسية ستستمر نعم دكتور سمير إذن تعقيب أخي التفضل فقط أريد أن أقول أنه في السياسة لا يوجد شيء مستحيل يعني نعم ربما لا نعرف التفاصيل أو إذا كان في حوار تركي مصري بعيدا عن الأضواء لكننا اليوم اكتشفنا أنه كان في حوار تركي يوناني اللقاء الثالث في الأسبوع الأخيرة بين الجانبين وأنه في استداد للقاء رابع رغم التوتر التركي اليوناني في شرق المتوسط وكل هذا التصعيد بعيدا عن الأضواء اكتشفنا أنه في رقاءات تتم أنا لا أريد أن أقول أنه أصر على أنه في حوار تركي مصري أنا أصر على أنه أي تصعيد في العلاقات التركية المصرية سنعكس سلبا وهذا أيضا لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية طالما أنها تعتبر مصر والتركيا حليفين افتماعين لها في المنطقة نعم دكتور سمير صالحة الأكاديمي والمحل السياسي كنت معنا من اسطنبول شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد مصطفى الصحفي والمحل السياسي من لندن الأستاذ أندري أنتكوفا المحل السياسي كنت معنا عبر خدمة سكايب من موسكو شكرا لكم جميعا وأنتم مشاهدين الكرامة شكر مصول لكم على طيب المتابعة وكل عام وأنتم بألف خير ونلقاكم إن شاء الله في حلقات مقبلة بعد عطلة عيد الأحقام أضحى دمتم بأمان الله شكرا لكم شكرا لكم